بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلِّم تسليما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعةٍ وكل بدعةٍ ضلالة اللهم وفِّقنا لطاعتك وطاعةٍ رسولك اللهم اجعلنا هُداةً مُهْتَدِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين درس الليلة من كتاب شعاب الإيمان للإمام البيهقي الباب الحادي والخلسي من شعاب الإيمان وهو باب في الحكم بين الناس قال الله تعالى عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً وقال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً وقال في صفة نفسه وقائماً بالقسط وقال وأقصطه إن الله يحب المقسطين وغير ذلك من الآيات التي أمر فيها بالعدل في الحكم والكيل والميزان والشهادة الحادي والخمسون من شعب الإيمان شعب أي طرائق الإيمان لأنه جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم الإيمان ثلاث وسبعون الشعبة يعني طريق وخصلة أرأنا فيما مضى بتوفيق الله خصال عديدة هذا الباب أعده البيهقي الباب الحادي والخمسين من ثلاث وسبعين شعباً وخص هذا الباب في الحكم بين الناس الحكم يعني فصل الخصومات وإعطاء الفقوق رفع الظلامات فذكر هنا يعادة المصنف أنه إذا افتتح باباً بدأها بما جاء في كتاب الله ثم يثني على ذلك بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيح ثم بعد ذلك يأتي بالأحاديث التي فيها مقال ثم بعد ذلك يأتي بأطوال الصحابة والتابعين اسمعوا ما يقول ابتدى هذا الباب بقوله سبحانه وتعالى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُّكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أي الله عز وجل أصدر أمراً أيها الناس كلهم ما خص أحد دون أحد وإن كان بعض المفسرين يقولون إن الآية تخص الأمراء الذين ينفذون الأحكام ثم قال إن الله يأمركم عامة لكل أحد لأن كل أحد لا بد أن يمر عليه في وقت من الأوقات أن يفصل بين طرفين إما بينه وبين زوجاته وبينه وبين أولاده أو بينه وبين من يرعاهم من الأسر أو الحاكم بين رعاياه فالمسألة لا تخص أحداً دون أحد إنما كل أحد مأمور بأن يؤدي الأمانات الأمانات جمع أمانة والأمانة تعرف بضدها وهي الخيانة من نؤتمن على شيء وطلب منه أن يؤديه يجب عليه أن يؤديه كما طلب منه أو كما شاهده وعلمه فالشهادة أمانة الشهادة أنك ترى الحق ترى شيئاً ما حصل فتسمعه وتعلمه ثم يطلب منك أنك تقوم بأداء ما سمعته أو شاهدته الله عز وجل أمر أن الناس إذا عرفوا الحق وشهدوه وطلب منهم أداءه أن يؤدوه لا تخص الشهادة بل تخص الفصل بين الحصومات وما تفعله من عبادات بينك وبين الله عز وجل وما تبيعه أو تعقده بين الناس من العقود أن يكون سليماً لا غش فيه لأن الله طلب منك أن توفوا بالعقود فأدوها على وجهها فليس عقد ولا بيع ولا أمر يجري بين طرفين إلا وهي أمانة الله عز وجل أمركم أن تؤدوا الأمانة في العبادات والمعاملات ومنها ما يخصه الولاة أو من بيده بعض السلطة أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة لا ترشخ ولا تزكي ولا تنصب أعد في منصب إلا إذا علمت أنه يصلح لهذا لما فيه من حصال الأمانة والقوة حسب ما يستطيع الإنسان لأنه تأتي أيام قد يبحث الحاكم عن رجل أمين ذو نفوذ فلا يجد إلا فاجر ثم يختلف الناس في نسبة هذا الفجور منه من فجوره على نفسه ومنه من فجوره عام ثم لا يجد من يصلح إلا هذا الفاجر مع أمانة فيه لكنه في نفسه غير زكي فإذا وضعه فهذا هو البطلوب منه فإن الله عز وجل إنما أمر الناس بأن يؤدوا ما طلب منهم قدر المستطاع فالأمانات هذه الآية وإن نزلت بخصوص مفتاح الكعبة فإنه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وكان عثمان بن طلحة هو المسؤول لأن بن شيبة كانوا هم المسؤولون عن سدانة البيت الساد وسدنة يمع ساد هم القوم الذين يقومون بإصراح المسجد وتطهيره وتطييبه ويقال لمن قام بهذا في شأن الكعبة سادن الكعبة أقذ المفتاح منهم أعطاها فأنزر الله عز وجل هذه الآية فنادى عثمان تعالى يا فلان خذها خالدة يعني خذ مفتاح الكعبة خالدة مخلدة لا ينزعها منكم أحد إلا ظالم هذه الآية وإن نزلت بهذه الخصوص لكن لفظها عام في جميع الأمانات ثم يقول سبحانه وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إذا حكمتم بين الناس معطوف على قوله إن الله يأمركم أي إن الله يأمركم بأداء الأمانات وإن الله يأمركم بالعدل إذا حكمتم بين الناس ثم يقول سبحانه في مدحي هذه الأوامر إن الله نعم ما يعظكم به نعم ما يعني نعم ما نعم الشيء الذي وعظكم الموعظة والوعظ عن الأمر بترغيب وترهيب إنما أمركم الله بأمر فيه لأن الله لا يمدح شيئاً باطلاً من المصلحة والفائدة ما لا يستطيع تقديره أحد إن الله يأمركم أن تؤذوا الأمانات إلى أهلها أهلها يعني ما كان لله يجب فيه النص ويجب فيه المراقبة وإذا كان للخلق فما كان يخص هلان إرجع إليه أمانته سواء كانت شهادة أو حكم أو غير ذلك الآية واضحة في الأمر بالعدل العدل يعني الإنصاف لابد يا عبد الله أن من قام في إعطاء الحقوق أن يساوي بين الناس كل الناس لهم حق في شرب الماء فكل الناس لهم حق أن يستقوا من تلك العين ما يخص أحداً من أحد لأن هذا من العدل ومن العدل إذا وقف الخصمان أمام الحاكم ألا يسمع من أحدهما دون الآخر إذا جاءك مظلوم بيّن نوع الظلم والظالب لا ينبغي أن تتسارع في تنفيذ الحكم أو إصداره إلا بعد أن تسمع الطرف الآخر لأنه من العدل وإذا دخل الخصمان على القاضي أو الحاكم لا ينبغي يا عبد الله أن يكون الحاكم يتبشبش يسترفعنا يتبشبش يعني يضحاك ويوسع له في المجلس ويقربه دون الآخر لأن هذا فيه كسر طلب الآخر ولعله يعجز عن إبداء حقه لأنه رأى الحيف من أول الأمر فالله أمر من العدل بين الخصوم وبين الناس في الأعطيات إلا ما يتعلق بالأموال العامة في أموال خاصة وفي أموال عامة الأموال الخاصة ما يكون من تجارات وبيع كل أحده ماله كسبه الخاصة ومنها الميراث ومنها ما يكسبه المرء من صيد البحر وصيد البر وفي أموال عامة هذه الأموال العامة كالغنائم والركاز ركاز الكزد المتهون الذي لا يعلم صاحبه وأموال أناس لا يعرفون فلا يعود المال إلى أحدهم والتركات المجهولة أصحابها واللقطات التي تأخذ ولا يعرف صاحبها فهذه المصادر سموها أموال عامة ومنها الزكاة إذا فاض على المحتاجين وبقي مال هذه سموها الأموال العامة الحاكم وأعوانه يتصرفون فيها حسب ما أمر الله فالحاكم قد يتصرف في الأموال العامة تصرفاً لا حسب شهوته لكنها المصلحة له أن يقدم بعض الناس في العطايا ويؤخر آخرين والناس يتفاوتون في مقدار المنفعة للأمة في أناس تفرغوا في القيام بمصالح الناس وإعانة الضعفاء وشق الطرق وبناء مستشفيات ورد أهل الكفر وإعانة أهل الخير لهم جهد في هذا فإذا رأى الإمام أن يعوضهم بأمر زائد على بقية الناس له أن يفعل وإذا رأى بعض أهل الكفر له رغبة في الإسلام أراد أن يتألفه له أن يعطيه وإذا كان جنود على ثغرات البلد في نحر العدو العدو إذا ذكرناه يا عبد الله فنحن نتكلم باسم المسلمين يعني كافر إما أنه يرى فكرا مخالف لفكر المسلمين أو أنه واضح أنه لا يدين بالإسلام يقاتلهم الناس إما قتال دفع أو قتال دعوة يموت من هؤلاء الناس هؤلاء الناس لهم أطفال للإمام أن يخص أطفالهم من الأموال العامة لأنه نوع من العدل ليس كمن يساوي بين أطفال المجاهدين وأطفال غيرهم أوردنا هذا لأنه لا يعترض معطريض فيقول الله عز وجل أمر بالعدل والعدل يقتضي المساوات ما ساوى ما علم أنه أن استفاء المصلحة وتخصيص أصعابها هو من العدل ثم استدل المصنف رحمه الله بالآية التي تليها فقال اقرأ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكب بين الناس بما أراك الله ولا تكن للقائنين خصيما هذه الآية نزلت بخصوص بني أبيرق كان فيهم لصوص ومنافقين جاء رجل من بعض قبائل الأنصار بحمل بعير من ردمك يعني من دقيق حر ووضعه في مشرب يعني في غرفة خاصة علمها بعض بني أبيرق بأن الرجل أورد شيئا من الدقيق والبر فعمد في الليل فنقب المشرفة بمعنى حرقها وكسر منها شيء وأخذ من الدقيق جملة فلما أصبح الرجل لم يرى شيئا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره هذا الرجل سأل من حوله قالوا رأينا فلان وفلان من بني أبيرق يوقدون نارا لل على أن شيئا جاءهم إيش معنى يوقدون نار واضحة إيقاد النار مو لأجل الدفع ولا لأجل بيان الموقع للضعفاء ليأتون لأن أغلب من العرب من كرمهم أنهم يعمدون إلى نار فيوقدونها لأن يمر مار السبيل وغيره فيأتي إليهم هؤلاء كانوا فقراء أو محتاجين أو ليس هناك ما يستدعي أن يطحى طعام بالليل قال رأينا بن فلان أو قدوا نارا فسأله صلى الله عليه وسلم قال من تتهم قال هؤلاء فلما جاء فلما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إليه عمدوا إلى شيء ما ووضعوه في مكان فلان قال هذا هو السارع اتهموا آخر وقضى صلى الله عليه وسلم ما قضى لكن أنبى تأنيب كيف يفعل هذا فأنزل الله عز وجل في حقه هذه الآية إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق الكتاب يعني القرآن القرآن فيه كل مصلحة تخص العباد إلى يوم القيامة منهم من يتفطن إلى هذه المصلحة إما درء مفسد أو جلب مصلحة إما دفعا لسوء ومصيبة أو أمر بجلب خير يفهمها بعض الناس وبعض الناس لا يدركها السنة جاءت لتفصيل المجمل لكن القرآن يحوي على كل أمر يخص الناس من عجز عن ذلك يلجأ إلى قياس أو إجماع أو ما استطاع ليس كل الناس عندهم هذه الإحاط من الفهم والعلم فلما كان القرآن كذلك وصف الله عز وجل هذا الكتاب بأنه أنزله ليحكم من حكم به أنزله بحق أي بعدل وصدق أنزل الكتاب بالحق أي مصحوبا بالحق الحق نقيض الباطل والحق يشمل العدل العدل في الأموال والأقوال وفي جميع التصرفات هذا الحق هذا الحق فيه إنصاف الناس وفيه تمحيص الباطل وإذهابه ودرء المفاسد فالقرآن اجتمل على ذلك فيصف الله عز وجل كتابه بهذا الوسط العظيم ثم يقول أنزلناهم مصحوبا بهذه المزايا لأجل أن تحكم بين الناس متحكم بين المؤمنين فقط بل كل من رفع الأمر إليه صلى الله عليه وسلم وهو مطلوب منه أن يقضي بينهم بالقصد والعدل إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ لَا بِاشْتِهَادِكَ أَيُّهَا الْحَاكِيمِ الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم إذا نطق إنما ينطق عن وحي فإذا حكم إنما يحكم عن وحي والناس الآخرون مطلوب منهم أن يحكموا بما جاء في الكتاب لا يخرجون عنه لا يقول المصلحة تقتضي وهذا أمر قديم كما نسمعه والذي ينصف الناس وهذا خلاف الشرع ثم نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم قال لا تجعل نفسك خصيم أي مخاصم مجادل تدافع عن أهل الباطل والخونة انتبه وهذا التحذير وإن كان ظاهره خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم فالمأمرون جميع الناس أنه لا يجوز أن يحمي خائنا ولا يسانده ولا يجادل عنه فالقاضي إذا ارتفع إليه شخصان وعلم أن أحدهما قلبه يميل إليه فيقوم يلقنه الحجة يعني طلب منه البرهان عن الدعوة ادفعها وإلا أنت محكوم عليه فيقول مثلا الرجل إذا ذهب في الليل ووطئ دابة بسيارته ولا يعلم أن هناك حيوان ليس بغاره وهاء الدعوة أمامه أن فلان جاء أثناء الليل فكسر منزلا أو بابا أو ما إلى ذلك يقوم القاضي يأتي بهذه القصة يعني يا فلان قل إنما أنا فعلته لينا ولم أجد بخرج لأنه يعجز عن إبانة حجته هذا مثال وإلا التلقين والتلميذ وهذه وسائل كثيرة فلا ينبغي للقاضي ذلك وكذا غير القاضي لا ينبغي أن يلقنا الطرف الآخر حجته للدفع هذا خيانه وكذلك أمر المحامي المحامي بمعناه الوكيل الذي يقوم نيابه عن الطرف الآخر في المجادل عنه والدفاع عنه لأنه يقوم مقام إنسان غائب كذا المحامي لا كشأن الناس أنهم يقومون بمن يدفع أكثر فإذا حصل على الأموال التي ترضيه فام حينئذ يدافع لأن الذي يقوم بالأمر يستفصل القضية من أولها إلى آخرها ويسأل هذا الموكل ما هي الدعوة وكيف تمت وكيف حصلت ثم يدفع نفسه أو آخرين ليعرف الطرف الآخر ما هي قضيته حتى يتبين فإذا علم أن الحجة مع هذا الذي وكله وأنه مظلوم أو صاحب حق يتولى الأمر وإذا علم أنه ظال ويعلم أن القضية فيها ملايين وآلاف يقوم يساوم كم لي إن نجحت وكم لي إن أقمت الحجة لك هذا شأن كثيرين والعياذ بالله أو لا يبالي ظالم أو مظلوم المهم أن يتولى القضية كذا القضاة والمحامين والوكلاء والوكلاء أنواع قد يكون محام في قضية وقد لا يكون محام إنما أراد القيام نيابة عن موكله أولا أن وكله في تزويج بناته أولا أن وكل آخر في بيع ممتلكاته فيقوم لأجل أن يبيعها فيخون إما موكله أو يخون الطرف الآخر الذي يبيعه الله عز وجل يقول ولا تكن للخائنين خصيما فاستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما الرسول صلى الله عليه وسلم ما لقلبه لأنه لا يعلم إلا ظاهر الأمر ثم نبهه الله عز وجل فرجع الرسل صلوات الله عليهم وسلامه إلا قال ربنا فاستغفر الله معناته فعل شيئا إما لا يرضاه الله فهذا الذي لا يرضاه الله لا يكون عن تعمد كما قتل موسى القبطي وكما تنبه داود حين دخل عليه الخصمان فعرف موضوعهما وأنه المقصود وخر راكعا وأناب إلى الله عز وجل وذاك يونس ظن أن لن نقدر عليه فنازى في الظلمات أن لا إله إلا أنت هؤلاء الأنبياء إذا ذكر الله عليهم ذكر الله لهم ما حصل منهم فإنهم فإن الله عز وجل يلهمهم الرجوع فإذا رجعوا إلى الحق كانت درجته أعلى من قبل أن يصاب بما أصيب ولذا من فعل خطيئة ثم رجع عنها وأتاب فتكون منزلته عند الله أعلى درجة من ذاك الذي لم يفعل شيئا من هذه فالله عز وجل يقول واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما إذا قرأت الآيات تبين لك المعنى فجعل البيهق تحت عنوان الحكم بين الناس استدل بهذه الآية أن الله عز وجل أنزل الكتاب ليحكم بالعدل بين الناس فلا ينبغي لإنسان حكم بين اثنين حتى ولو جاءك اثنان قال أينا أجود قراءة لا بد أن تكون عدلا في الحكم تبين الجيد مو لأجل فلان من ابن فلان العظيم فلا يصح كما نشاهد أحوال الناس الآن والعاذ بالله فهذا يسمى حاكم كذا الخطوط تسابق أيهما أجمل خطا فلا ينبغي لمن طلب منه بيان الخط الأحسن والأجود أن يميل إلى فلان فيقول هذا ويعلم أن الحق خلافه فهذا حكم بغير العد ثم استدل المصنف رحمه الله بالآية الأخرى اسمعوا ما يقول القارئ نعم فقال في صفة نفسه وقال سبحانه في صفة نفسه قائما بالقسط هذه الآية في آل عمران أولها قوله سبحان شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم فالملائكة قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله الشهادة يا عبد الله أصل شهد فلان أي حضر وراء والشهادة المطلوب هنا أن تعلم الشيء يعني تخبره بسمعك أو ببصرك ثم تعلن به لأنه لو علمت شهادة وبقيت في نفسك ما يقال فلان شهد لا بد الإشهاد يتطلم الظهور والكشف والإخراج وإذا شهد فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله علم أنه الإله الواحد المطلوب من العباد أن يخافوه وحده ويرجوه وحده ويطيعوه وحده فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله أي إني أقر وأعلن وأعترف أشهد أن محمد الرسول الله يقتضي أنك لا بد أن تتابعه لأن شهادتك إقرارك واعترافك وإعلانك أمام الناس هذا في حق المخلوق فإذا قال الله شهد الله كيف تكون الشهادة من الله اسمعوها يا عبد الله الشهادة كما أخبرناكم إظهار الأمر وإعلانه لأنك اتباله أو السكت عنه أو لم يطلم ما تسمى شهادة حتى تظهرها شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة قائما بالقصد شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم والملائكة الملائكة وأولو العلم قائما بالقصد شهادة الله إظهار ما شهد عليه لما قال قائما بالقصد شهادة الله إظهارها وإظهار الشهادة من الله ما تراه ببصرك خلق السماوات والأرض كلهم يعترف ويقر لأن خالقه ما هو الله وحده لا غيره وأنه أنزل القرآن والمنزل لهذا الكتاب العظيم كلهم يعلم ويشهد أن المنزل له هو الله عز وجل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فما وما أظهره الدنيا من نصر المؤمنين وتعزيز النبي ومن معه وذل أهل الكفر وعقوبة من خالفهم يعلم أن الله عدل وهو يا عبد الله ليس هذا موضوع سواك لا ما ينبغي لأن هذا فيه استهانة هو ينتظر مني أن أقول له كذلك لأنه وجال ويتحمص يا عبد الله هذا حديث رسول الله وكتاب الله نقول هذا لأجل أن يعلم هذا ما يعرف السواك لأن بعضهم يلبس دباس غير أهل البلد ما عندهم سواك ما يعرفون السواك لأنه جاء هنا قيل له فلان وقلبه مملوء بما فيه مملوء اتق الله يا عبد الله يقول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو فالملائكة وأولو العلم قائما بالقصد إذا شهدت أن الله عز وجل عدل في أحكامه أذل أهل الكفر والنفاق ورفع أحوال المؤمنين المتابعين للرسول هذه هي شهادة وما رأيته من آثار كيد الظالمين وأثار الصالحين علمت أن الله هو الحق قائما بالقصد ومعنى ومعنى شهادة الله إعلان ما فعله وما أمر به وما نهى عنه كيف عاقبة هؤلاء هذه شهادة الله شهد الله بذلك وشهد الملائكة بذلك وشهد أولو العلم الذين عرفوا مقدار الله وقدرته وما يفعله شهدوا بذلك والله عز وجل أقر هذا الشهادة وبينها قائما بالقصد قائما إما أنها تكون مفعول شهد أو أنها حال أي حالة كونه أو تمييز أو حال أن حاله أمره قائما بالقصد القيام يعني مداولة الأمر ومزاولته واستمرار عليه تقول قامت السوق أي تحركت ونشطت قام فران بالأمر أي أنه تولى جهده بذلك فإذا قل قام الله بالقصد أي أنه سمح سبحانه وتعالى فعل ذلك واستمر عليه ودام الأمر وكل الناس من أولي العلم والملائكة وهو سبحانه شهد على نفسه قيامه بالقصد القصد هو العدل لكن لابد أن تعرف فيه فرق لأن أهل العربية اختلفوا هل هناك مرادفات يعني كلمة تكون مثل الكلمة في دلالتها تماما أو لا يكون مرادف لابد من فرق يتفطن إليه من تفط كتاب الله عز وجل ما فيه شيء رادف الآخر فإذا قال سبحانه ثم توليتم مدبرين الإدبار هو التولي لكن فيه فرق بين التولي والإدبار فإذا قال قائما بالقصط القصط معناه العدل في الجملة لكن بينهم فرق بينهما العدل يكون في الأمر الخفي والأمر الظاهر والعدل يكون في الإنصاف بين الناس قد يلقى الظالم جرم ظلمه ويلقى العادل جزاء فعله الحسن وهو عدل بين الناس القصط يستعمل في الأمر الظاهر ولذا الميزان والمكيال والأمور التي تجري بين الناس يقول فعل فلان قام بالقصط وفعل قصطا بين هؤلاء والقصط إذا جاء في كتاب الله اسمع قوله سبحانه ويستنبئونك أحق هو عن هذا القرآن صعيم قل إي وربي إنه لحق اقرأ الآية بعدها يا عبد الله ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقصط ما قال بالحق وهم لا يظلمون وفي آية بعدها كذلك قضي بينهم بالقصط في سورة ونس واسمع ما جاء في سورة الزمار وأشرقت الأرض بنور ربها إلى أن قال وقضي بينهم بالحق فهم لا يظلمون ما قال قضي بينهم بالقصط هناك قضي بينهم بالقصط لأنه فيه كفر وفيه مسلمين فيه مسيئين وفيهم مستقيمين والله عز والجل لما قال بالقصط أي أن الظالم والمسيء لن يعطى أكثر من ظلمه بل يوفى أجر معصيته كما فعل والمحسن جاءت آيات أخر أن الله عز وجل يزيدهم من فضه وأن الله يعطي المحسنين ما لا يعطي غيرهم والحسن بعشر أمثالها جاء بكلمة بالقصط لبيان أن هؤلاء يوفيهم الله عز وجل أجرهم بالكامل وأن هؤلاء يوفون ثواب ما فعلوهم من معصية وفق ما فعلوه جزاء وفاق كما قال في سورة عمم أما هنا قضي بينهم بالحق أي أن الحق هو العدل وكان هناك إنصاف للناس يعطى كل أحد مقدار ما عمل اقرأ الآية التي تليه يا داود إن أجعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبعي الهوى فيضلك عن سبيل الله قال وأقصطوا إن الله يحب المقصطين أقصطوا يعني اعدلوا والعدل هنا إذا كان كالميزان والمكيال راه الناس يكون في جقة الأمر وموضوعه ثم يقول سبحانه إلى غير ذلك من الآيات التي أمر فيها من العدل في الحكم والكيل والميزان والكيل والميزان الكيل والميزان يعني البي عموما إنما نبه عن الكيل والميزان لهو الذي يجري تجري فيه الخيانات الخفية وإن لكل العقود لا بد أن يكون إنسان أمين عادل فيما يقول وفيما يعطي وفيما يمنع وفيما يأخذ ثم يقول كذلك والميزان والشهادة قال اقرأ فوصف جل ثناؤه قال فوصف جل ثناؤه خليك فوصف جل ثناؤه نفسه بالقسط وهو العدل قلنا في تفاوث بين العدل والقسط وأمر عباده به الله عز وجل أمر عباده بالقسط والعدل أيقرأ فعلا فيه وأمر عباده به ووصاهم فيما يتعاملون به بملازمته والانتهاء إلى ما يجبه آلة العدل الموضوعة بينهم من الكيل والميزان فثبت بهذا كله أن العدل بين الناس في الأحكام وعامة المعاملات من فرائض الدين كيف علمنا أنه من فرائض الدين لأن الله عز وجل ذكر في عدة آيات أمره بذلك وبيّن أن خلاف ذلك خيانة فدل على أنها من فرائض الدين نكتب بهذا القدر في هذه الليلة المباركة وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلِّم تسليما نعم تقرأ يقول السائل رجل لعن نفسه مليون لعنة ما قال كذا وكذا وقد قال كذا وكذا أمام شخص فهل يجوز لمن علم أنه قال كذا وكذا يقول له أنت ملعون لا ما يقول ما يقول ما يجوز له ذلك لأن هذا ما تدري قد يستغفر الله ويتوب ويندم اللعنة لا ينبغي لك حتى لا رأيت أنه كان حتى الكافر لا يقال له إلا إذا علمت أنه مات على كفره نعم لكن لك أن تلعن في الجملة واللعنة الله على الظالمين وعلى القتل وعلى السراق لكن لا تأتي من جسان معين وتلعنهم نعم يقول أنا أملك فقعة أرض ونويت وأنا أبني وأسكن علما بأن لدي بيت وأنا ساكن فيه علما أن الأرض إذا بعت فيها خمسة أضعاف مكسب هل عليها زكاة أم لا نعم لأنك وضعت مال هذا المال لابد من زكاة فوضعته في أرض لأجل أن تبني فيه ومعك بناءك معنى ذلك أحد أمرين إما أن تكون معدا لبيع ما تسكنه أو أن هذا سيأتي من يغيك فتبيعه هذا مال معطى لا أبد من أداء زكاة فزكاة يا عبد الله ما هو بيوم شرائك له إنما هو بالقيمة التي تباع في السوق ذاك الوقت إن شريتها قبل عشر سنوات تزكها فإذا علمت آخر السنة أنه بلغ ثمنه كذا أنت زكاة وإلا عطلت المال نعم رجل قال طلاق طلاق ولكنه لم ينوي الطلاق ولم يقل هذا أمام زوجته ثم ندن هل يقع الطلاق أم لا رجل قال طلاق طلاق ولكنه لم ينوي الطلاق ولم يقل هذا أمام زوجته طلاق طلاق ليست لوضى الطلاق طلاق أن يقول أنت طالق أو مطلق أو طلقتك طلاق طلاق من قال حسب الله ونعم الوكيل هل يعتبر أني دعوت عليه أو عفوت عنه حسبنا الله ونعم الوكيل أصلها تقال توجع لشيء ينزل أو خوفا من مكروه سيصيبه فتقول الله حسيبي بمعنى أنه يكفيك ما أهمك ويدفع عنك شرا تتوقعه تقول حسبنا الله يعني الله كافينا هذه تقال في الأمور والشدائد الإنسان تتعذر عليها دفعها أو القيام بأمر يناقضها نعم يقول وجدت الإمام في الجلوس الأخير هل ممكن أن أسلم وأصلي مع جماعة جديدة؟ لا لا دخلت معا لك أجر الجماعة إن لم تكن لك عادة لكن أجد الخروج من الفريضة لا ينبغي هذا نعم يقول هلك هالك عن أب وأم وإخوة وولد كيف تقسم التركبين؟ هلك هالك عن ما تميت عن من؟ أب وأم وإخوة وولد الإخوة محجوبون بالأب ما لهم شيء والولد هنا يأخذ الولد وأب الأب والأم يشتركاني الأم لها السدس والأب له بقية المال إن لم يكن ولد فلما كان ولد موجود هما يشتركان في الثلث سدس وسدس الباقي للولد يأخذه والعلم عند الله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليم ترجمة نانسي قنقر